المشهد نفسه مخيمات اللجوء بلا حياة حتى في أيام العيد لاجئ الروهينغا في مخيمات بنغلاديش لا أعياد ولا احتفالات فكأنهم هربوا من الموت إلى الموت مخيمات كوكس بازار جنوب بنغلاديش تقتض بمليون لاجئ وسط ظروف مأساوية وهو الحال نفسه في بقية مخيمات العالم العالم الذي سجل أعلى مستوياته في أعداد المهاجرين والنازحين تجاوزت الثمانية وستين مليونا حسب إحصائيات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أكثر من ستة ملايين من سوريا وأكثر من مليونين من الصومال وكذلك من جنوب السودان وأكثر من مليون وأربعمائة لاجئ ونازح ينتظرون المساعدات في باكستان والعدد نفسه يعاني في أوغندا الحروب والفقر والإرهاب والتطهير العرقي أسباب دفعت بالملايين منهم إلى تقبل هذه الظروف والعيش داخل هذه المخيمات في وقت يفر الآلاف من الشبان والنساء إلى شواطئ ليبيا بحثا عن قوارب نجاة ترسو بهم بعيدا عن مآسيهم ملوك الشيخ العربية